السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف العاشر بعنوان الأقواس والقطاعات الدائرية الجزء الرابع في هذا الدرس سوف نقوم بحل تدريبات على أولا إيجاد طول قوس وقياسه في دائر ما ثانيا إيجاد مساحة قطاع دائري ثالثا إيجاد مساحة القطاع الدائرية ولكن قبل البدء بحل هذه التدريبات سنقوم بمراجعة سريعة لما تعلمناه خلال الدروس السابقة تعرفنا في بداية الدرس على مفهوم طول القوس ويمكن التعرف عليه من خلال المخطط الآتي حيث أنه هو المنطقة المرسومة باللون الأحمر وبالتالي نستطيع أن نستنتج أن طول القوس هو جزء من محيط الدائرة ونلاحظ من خلال المخططين الذي أمامنا أن القوس يتحدد من خلال نصفي قطرين في الدائرة والذين يشكلان الزاوية مركزية مقابلة لهذا القوس وهذه الزاوية المركزية إما أن يكون قياسها بالدرجات أو يكون قياسها بالرادين وتعلمنا أيضا أن قياس القوس يساوي الزاوية المركزية المقابلة له لذلك يمكن حساب طول القوس باستخدام قانون خاص بالدرجات وقانون خاص بالرادين القانون الخاص بالدرجات والذي يمكن من خلاله حساب طول القوس هو S equal N over 360 times 2 by R والقانون الخاص لإيجاد طول القوس الذي تقابله الزاوية مركزية قياسها معطى بالرادين هو القانون S equal Theta times R أيضا تعرفنا على القطاع الدائري والموضح في هذا المخطط وهو المنطقة المحصورة بين نصفي قطري دائرة والقوس المقابل للزاوية المركزية المكونة من نصفي القطرين ويمكن إيجاد هذه المساحة من خلال القانون A equal N over 360 times by times R power 2 أيضا تعرفنا على القطعة الدائرية وهي المنطقة المظللة الموضحة في هذا المخطط وهي عبارة عن جزء من الدائرة محصور بين قوس والقطعة المستقيمة التي تصل بين نهايتين ويمكن إيجاد مساحة القطعة الدائرية وذلك من خلال طرح مساحة المثلث الموجود فوق القطعة الدائرية من مساحة القطعة الدائرية الذي يتشكل من هذا المثلث هو القطعة الدائرية والآن بعد أن قمنا بمراجعة سريعة للمفاهيم التي مرت معنا من خلال هذا الدرس سنقوم بحل بعض الأسئلة المنتمية لهذا الدرس والبداية مع السؤال الأساس بل علاقة التي تربط بين قوس ومساحة قطعة دائرية وبين محي الدائرة ومساحتها أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة الحل الآن بعد أن قمت بمراجعة المفاهيم السابقة وبعض التمارين التي مرت معنا في هذا الدرس لا بد أنها أصبح من الممكن لديك أن تحدد العلاقة التي تربط بين قطول القوس ومساحة قطعة دائرية وبين محيط دائرة ومساحتها من يستطيع منكم أعزائي الطلاب الإجابة عن هذا السؤال ممتاز أحسنتم نجد أن طول القوس هو جزء من محيط الدائرة ويتناسب مع قياس الزاوية المركزية المقابلة له أيضا مساحة القطعة الدائرية هي جزء من مساحة الدائرة يتناسب مع قياس الزاوية المركزية الآن مع السؤال الثاني صفحة 94 وسؤال حل الخطأ طلب من صالح إيجاد طول القوس AB أو جد خطأ صالح وقم بتصحيحه أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من الحل بداية لاحظ هنا عزيز الطالب المعطيات الموجودة لدينا في مخطط الدائرة لاحظ أنه يوجد لدينا القوس AB يقابل زاوية قياسها 1.5 راديان وأن نصف قطر هذه الدائرة هو 3 ونلاحظ في الجهة الأخرى العمليات الرياضية التي قام بها صالح من أجل إيجاد طول القوس الآن هل تستطيع عزيزي الطالب تحديد الخطأ الذي وقع فيه صالح؟ ممتاز أحسنت نجد هنا أن قياس الزاوية بالراديان بينما صالح استعمل صيغة طول القوس للزوايا المركزية المعطى بالدرجات وبالتالي يكون صالح قد استخدم الصيغة الخاطئة لحساب طول القوس الآن من يستطيع عزيزي الطلاب أن يستخدم الصيغة الصحيحة لحساب طول القوس AB ممتاز أحسنتم سنستعمل الصيغة S equal theta times R وهي الصيغة الخاصة لإيجاد طول القوس التي تقابله زاوية مركزية قياسها معطى بالراديان الآن سنقوم بتعويض المعطيات بالقانون نجد أن قياس الزاوية equal 1.5 ونصف القطر يساوي 3 ليكون لدينا طول القوس يساوي 4.5 في التمرينين 5 and 6 انظر إلى الشكل الذي أمامك وأوجد قياس كل من القوسين وأوجد قياس كل قوس وطوله القوس الأول BC والقوس الثاني ABC أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة الحال أولا في السؤال الخامس سنقوم بإيجاد قياس وطول القوس BC أولا أوجد قياس القوس BC بالدرجات كيف يمكنك عزيزي الطالب إيجاد قياس القوس BC ممتاز أحسنت نلاحظ هنا أن القوس BC مكون من قوسين القوس الأول AB والقوس الثاني AC وأن قياس كل من القوسين AC وAB معطى لدينا في السؤال لذلك سنقوم فقط بجمع كل من قياس هذان القوسين ينتج لدينا أن قياس القوس BC يساوي 134 ثانيا الآن من خلال النظر إلى هذا المخطط الذي أمامك هل تعتقد عزيزي الطالب أننا سنستخدم الصيغة التي نحسب من خلالها طول القوس والخاصة بالزاوية المركزية المعطى بالدرجات أم الصيغة الخاصة بالزاوية المعطى بالرادين ممتاز أحسنت سنستخدم صيغة الدرجات لأن قياس الزاوية معطى بالدرجات الآن صيغة الدرجات هي سنقوم بالتعويض بقياس N والذي قمنا بإيجاده سابقا وهو قياس القوس BC حيث أننا تعلمنا أن قياس الزاوية المركزية تساوي قياس القوس المقابل لها ونقوم أيضا بتعويض نصف القطر 4 لينتج لدينا أن طول القوس BC يساوي 134 over 45 times by الآن في السؤال السادس سنقوم بإيجاد كل من قياس وطول القوس ABC وأولا سنقوم بإيجاد قياس القوس ABC بالدرجات من خلال المخطط الذي أمامك هل تستطيع عزيز الطالب أيضا إيجاد قياس قوس ABC كما مر معنا في السؤال الخامس ممتاز أحسنت من خلال هذا المخطط نجد أن القوس ABC مكون من قوسين القوس الأول AB والقوس الثاني BC الأكبر لذلك سنقوم بإيجاد قياس القوس BC الأكبر وكما نعلم أن قياس الدائرة يساوي 360 لذلك لإيجاد قياس القوس BC سنقوم بطرح قياس القوسين AB و AC من القياس الكل للدائرة وهو 360 لينتج لدينا أن القياس القوس الكبير BC يساوي 226 الآن لإيجاد قياس القوس ABC سنقوم بجمع قياس القوس AB و قياس القوس BC لينتج لدينا أن قياس القوس ABC يساوي 277 ثانيا سنقوم بإيجاد طول القوس ABC أيضا سنقوم باستخدام صيغة الدرجات وذلك لأن جميع الزوايا التي لدينا معطى بالدرجات وبالتالي عند التعويض قياس الزاوية المركزية المقابلة للقوس مطابق لقياس القوس نفسه وبالتالي تكون قياس N يساوي 277 وأيضا لدينا نصف القطر يساوي 4 وبالتالي ينتج أن طول القوس ABC يساوي 277 في السؤال الثامن المطلوب إيجاد مساحة القطاع الدائري EFG وسنقوم بهذا السؤال بالتعبير عن الإجابات بدلالة باي أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة الحل تأمل جيدا عزيز الطالب في الشكل الذي أمامك نلاحظ أن المنطقة المضللة وهي تمثل مساحة القطاع الدائري EFG يحدها نصفي القطر وطول كل منهما يساوي 10 وأيضا لدينا زاوية مركزية قياسها 128 درجة والآن سنقوم بإيجاد مساحة القطاع الدائري هل تستطيع عزيز الطالب كتابة الصيغة التي سنستعملها لإيجاد مساحة القطاع ممتاز أحسنت الصيغة هي A equal N over 360 times by times R power 2 وبالتعويض عن المعطيات من السؤال نجد أن قياس الزاوية هو 128 وطول نصف القطر يساوي 10 لينتج لدينا أن مساحة القطاع الدائري يساوي 320 over 9 times by وهي المساحة المطلوبة في السؤال التاسع المطلوب إيجاد مساحة القطعة الدائرية المضللة وأيضا سنقوم بالتعبير عن الإجابة بدلالة by أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة الحل بداية عزيز الطالب هل تذكر الخطوات التي سنقوم بها من أجل حساب مساحة القطعة الدائرية ممتاز أحسنت سنقوم بداية بحساب مساحة القطاع الدائري ثم سنطرح منه مساحة المثلث RST أي بداية سنقوم بحساب مساحة القطاع الدائري نقوم بالتعويض بقانون المساحة للقطاع الدائري نجد هنا أن قياس الزاوية 90 وقياس وطول نصف القطر يساوي 6 لينتج لدينا أن مساحة القطاع الدائري تساوي 9 by الآن سنقوم بحساب مساحة المثلث لاحظ عزيز الطالب في هذا المخطط الذي أمامك هل يمكن تحديد نوع المثلث ممتاز أحسنت المثلث الذي لدينا هو مثلث قائم وبالتالي فإن أحد الضلعين القائمين سيكون هو الارتفاع والضلع القائم الآخر سيكون هو القاعدة نكتب قانون مساحة المثلث 8 equal 100 over 2 times b القاعدة times h الارتفاع وبالتعويض نجد أن مساحة المثلث تساوي 18 وحدة مربعة الخطوة الثالثة سنقوم الآن بإيجاد مساحة القطع الدائرية من يستطيع الآن منكم عزيز الطلاب أن يجد مساحة القطع الدائرية ممتاز أحسنتم سنقوم بطرح مساحة المثلث من مساحة القطع الدائرية لينتج لدينا أن مساحة القطع الدائرية تساوي 9 times by minus 18 وبالتالي نكون قد أوجدنا المساحة المطلوبة إلى هنا ينتهي درسنا عزيزي الطلاب أشكر لكم حسن المتابعة